مصر الجيمشي حبيبك وإحنا بننهي الموسم النهاردة أو ننهي الدورة بمعما أضاك عشان لسه فيه مباراتين في الموسم في كاس مصر مين بقى شفتهم أفضل لعبين في الدورة شفتهم تحليلياً وفنياً ورقمياً وكل حاجة يعني بصيت على مين قد لدي بقى تشكيلة الموسم في الدورة السنة دي قبل ما أقول لك التشكيلة خلينا نقول إنه النادي الأهلي صاحب أقوى هجوم وأقوى تفاعل وأكبر عدد من الهجمات وأكبر عدد من الكلينشيت طبيعي هيكونوا أكبر عدد في التشكيل بلا شك أين كانت القناعات ده المنطق بيقول كده منطق طبعاً فخلالنا نخش على طول في التشكيل أنا فاكر الزماليك الموسم اللي فات كل الناس قالوا التشكيلة مسلاً كان فيه منها خمس ست لعبها من الزمالي ده طبيعي طبيعي البطل هو بيبقى عنده النصيب الأرض من اللعب بما إنه البطل فطبيعي إنه بقى أرقام كلها في صالح فهنجي ناخدهم كده ويمكن معنا لصورة بس قبل ما نعرى الصورة نبتل نتكلم عليهم يعني في حراس تنمونا طبعاً محمد الشناوي هو أكبر حارس عندهم الصورة معاك صح أكبر عدد من الكلينشيت كان موجود في السنة دي بالتساوي مع أحمد الشناوي البريوريتي أو الأفضلية تروح لمحمد الشناوي على حساب أحمد الشناوي بسبب التتويج بالبطولة كمان عدد مبارات أقل لمحمد الشناوي عمل فيهم بكلينشيت أكتر فده طبعاً تروح في صالحه لأمشي الصورة دي الصورة اللي فيها التشكيل الأفضل تشكيل في الموسم اللي فيها تلاها تشكيل أولها محمد الشناوي أولها محمد الشناوي أول عبال ما يحضرواها نتكلم فيها يعني الظهير الآيمن الظهير أجنبي مميز جداً جداً السنة دي وده ما بين قصين كده عادت فكر كتير ودور على الأرقام وقارن ما بينه وما بين محمد هاني لكن الغلبة بالنسبة لي كده جيفيرسون إن كده الظهير الآيمن لفاركو عمل موسم ممتاز للموسم الثاني على التوالي حسن معلوماتي يعني أو حسن ما أسمع يعني إن الزمالك مهتم بيه صح آآ على طول عشان يعني يعني أنا هقولك على حاجة آآ الزمالك مش مهتم بحد أصلاً وهنجلها لوقتها خلص الحكاية هو أحنا دخول أفل الحلقة أفل الحلقة صحاً أجا أقوله بقى طبعاً الزمالك مهتم بيش طبعاً أنا كيها هل بين الدفاع طبعاً محمد عبنام وياسر إبراهيم أكتر اتنين ثنائية فيهم تفاهم الأرقام كله في صالح الثنائي طبعاً محمد عبنام عنده إيجي لكن طبعاً هل منختار اتنين في ألبي الدفاع سيبها بقى معنا تخليها معنا وحنا بديتكلم الزهير الآيسر طبعاً علي معلول رجل كل الأرقام وكل المراحل وكل السنين في العام السابع لي أتم سبع سنين مع النادي الأهلي لا سيبها لا سيبها ويمكن ده بالناس كتير كانت تسألت على سر اللودينج اللي كان عامله من يومين علي معلول كان بسبب القصة دي إنه هو 25 سبعة الفين وستاشر كان انضمامه للنادي الأهلي 25 سبعة تلاتة وعشرين كان سبعة سنين على انضمامه للنادي الأهلي فظهير الآيسر هو علي معلول في ثلاثة وسط الملعب مروان عطية حمدي فتحي الاتنين اللي قدموا دور كبير جداً في تسويق الأهلي بدورية بتاع أفريقيا وكانوا معهم وليدي الكارتي وليدي الكارتي قدم موسم كبير جداً جداً مع بيرامدز وكان ليه الأبرهند في وسط الملعب خاصاتها مع إصابة عبدالله السعيد ومع إصابة رمضان صبحي وتراجع بلاتيتوري الأسباب لها علاقة باتفاقه مع بيرامدز من عدمه فكان وليدي الكارتي الرجل واحد من الرجال سجل اختلافاتك عشان هنجيلك بالتشكيلة بردو أنا مستنيه خلص الجناحين حسان الشحات قدم موسم كبير جداً مع النادي الأهلي والناحية التانية طبعاً أحمد مصطفى زيزو تاني هدافي الدوري اللي بيقدم موسم تاني ثابت على مستواء رغم انخفاض الحالة العامة اللي زي مالك هو الأزال واحد من النجوم الدوري الممتاز وأخيراً مابلولو هداف الدوري المصري الموسم الحالي قدم موسم كبير جداً للموسم التاني على التوالي وقدروا أن يكون هداف الدوري حساب العيبة كتير جداً حلو جداً أنا أتفهم أكفي التشكيلة كلها بصراحة فيش واحدة مش متفهمة حتى مابلولو يشوفت يا أخي سبحان الله الأهلي أقوى هجوم في الدوري ولكنه لا يملك مهاجم يتحطف زي مابلولو طبعاً مثالية بشكل فردي لكن منظومة طبعاً منظومة الأهلي الهجومة جات رائعة الحقيقة متفق جداً مع جيمي في معظم أراءه ويمكن شوية الإنكادة أنا شايف أن الشي بيمقدم مستوى كويس وموسم يعني ممكن يبقى فيه تنافس ما بينه وما بين إنكادة لكن طبعاً لغة الأرقام والتحليل بتفوق جيفرسون إنكادة أنا شايف أن وجهة نظر جيمي هي الأقرب للواقع يعني فأنا للحقيقة متفق معي نفسها تخيري بس مش آدم مش آدم صح؟ حطونا تشكيلة تانية يا جماعة حطونا صورة تشكيلة تانية إلها تشكيلة محمد جمال للموسم أو الدوري الممتاز في حراس المرمى الشناوي إنكادة على اليمين ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنع عم 2 مدافعين علي معلول على الشمال مران عطية مع حمد فتح وليد الكارت في نص الملعب زيزو الشحات مع مبلول مهاجم للتحاد دي التشكيلة المثالية للدوري من وجهة نظر ممكن بس يا كريم يبقى ياسر إبراهيم هو اللي يبقى فيه اختلاف شوية فيه أكثر من مدافع علي محمود مرعي فيوتشر محمود مرعي من الوجه اللي قدمت موسم كواس جداً أنا شايف إنه هو يستحق بقى في تشكيل الموسم بدل ياسر بقى التشكيلة متفق معه عظم جداً